اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد محمود شعروي وزير التنمية المحلية والدكتور هالا زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أركان حربي إيهاب الفر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بتطقيق البيانات ذات الصلة بمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري بهدف توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة بخصوص جوانب وتفاصيل المشروع حيث ستعزز المعلومات المدققة من عوامل نجاح وفعالية الجهود التنفيذية على أرض الواقع في قرى الريف المصرية أخذ في الاعتبار أن الأمر يتعلق بتطوير الشامل لجوانب الحياة المعيشية والخدمية لقطاع عريض من الشعب يشمل حوالي نصف سكان مصر كما وجه السيد الرئيس بمضاعفة أعداد سيارات القوافل الطبية والعيادات المتنقلة والإسعاف لصالح مبادرة حياة كريمة لمضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة للمواطنين بقرى الريف المصرية بالإضافة إلى تطوير كافة الوحدات الصحية بالمراكز المستهدفة وإنشاء المستشفيات الجديدة وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة وقد تم استعرض مخطط الأجهزة المتخصصة المتعلق بجهود تنمية كافة المراكز الريفية بالجمهورية خاصة مشروعات الرعاية العلاجية على مستوى قرى الريف بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ منظومة التأمين الصحية الشامل بها إلى جانب إنشاء وتطوير المستشفيات المركزية والمنشآت الطبية والوحدات الصحية وبرامج وأهليات الرعاية الصحية المتنقلة والقوافل الطبية والعيادات المتحركة وسيارات الإسعاف كما اطلع السيد الرئيس على جهود قطاع الحكم المحلي في هذا الإطار وحصر المباني الخدمية واحتياجاتها على مستوى كل قرية وذلك بهدف إنشاء مجمع موحد نموذجي للخدمات الحكومية للمواطنين في المراكز والقراء كما تم استعراض الاحتياجات اللازمة من إحلال وتجديد لمشروعات محطات وشبكات المياه وأعمال المعلجة والصرف الصحي بالقراء فضلا عن مقترح نموذج الهندسي للبيت الريفي على نحو متطور بالإضافة إلى عدد وحجم المعدات والأليات السقيلة التي ستشارك في تنفيذ المشروع اشتركوا في القناة